السلام عليكم أبنائنا طلاب المرحلة الثالثة في زياء نستعرض معكم المحاضرة الثالثة لمادة الالكترونيك في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى عملية تطعيم المواد شبه المنصلة لمن خلالها حصلنا على مواد شبه موصلة نوع N اللي هي بها أغلبية أغلبية الالكترونات اللي هي ناقلات الشحنة ومواد موصلة نوع P تحتوي على أغلبية فجوات اللي هي ناقلات الشحنة وتطرقنا أيضا إلى طبقة الاستنزاف وجهة الحاجز وكيفية عملها وموقعها بالنسبة لثناء القطب الآن لحن نجي إلى طرق تحييز ثناء القطب اللي قلنا عليه أنه هو الدايود لحن نجي الآن إلى النحياز الأمامي يوضح الشكل الثنين أربعة اللي هو هذا الشكل مصدر للتيار المستمر موصل إلى ثناء القطب يتم توصيل طرف المصدر السالب بمادة N type ويتم توصيل الطرف الموجد بالمادة P type يسمى هذا الربط بالنحياز الأمامي يعني من الشكل التالي لاحظ أنه الوصلة P ربطت للطرف الموجب والوصلة N ربطت أبر هذه المقاومة إلى الطرف السالب للمصدر الآن نجي إلى تدفق الألكترونات كيف ستدفق هذه الألكترونات خلال هذه الوصلة اللي هي وصلة PN اللي قلنا اسمها الدايود أو ثناء القطب في الشكل الثنين أربعة عشر تقوم البطارية بدفع الثقوب والألكترونات الحرة نحو الوصلة إذا كان جهد البطارية أقل من قيمة جهد الحاجز فأن الإلكترونات الحرة لا تبتلك طاقة كافية لتخترق طبقة الاستنزاف عندما تدخل طبقة الاستنزاف ستدفعه لأيونات مرة أخرى إلى المنطقة N وبسبب هذا لا يوجد تيار من خلال تنائل القطب يعني مثل ما نلاحظ هنا من هذا الشكل أنه القطب الموجب يبدأ بدفع الفجوات من هذا المكان أبر طبقة الاستنزاف والطرف السالب أو القطب السالب يدفع الألكترونات الموجودة بالوصلة N أبر طبقة الاستنزاف وطبعا إذا كان الجهد غير كافي لا تستطيع هذه الألكترونات والفجوات العبور خلال هذه الطبقة التي هي طبقة الاستنزاف عندما يكون مصدر الجهد أكبر من قيمة حاجز الجهد تقوم البطارية مرة أخرى بدفع الثقوب والإلكترونات الحرة نحو الوصلة هذه المرة تمتلك الألكترونات الحرة طاقة كافية لتمر خلال طبقة الاستنزاف وعادة الالتحام مع الثقوب إذا كنت تتصور جميع الثقوب في المنطقة تتحرك إلى اليمين وجميع الألكترونات الحرة تتحرك نحو الاسار سيكون لديك الفكرة الأساسية طبعا لحن نرجع مرة أخرى إلى هذا الشكل لما يكون هذا الجهد المسلط اللي هو الجهد الخارجي أكبر من الجهد الحاجز فيتم دفع الإلكترونات اللي موجودة بالوصلة N عبر الجهد الحاجز لأنه سوف يتغلب طبعا قيمة الفولتية المصدر تكون أكبر من قيمة جهد الحاجز بالتالي ستندفع الإلكترونات وتعبر الجهد الحاجز أو طبقة الاستنزاف ومن ثم تنتقل أبر الفجوات إلى القطب الموجب للمصدر الجهد الخارجي اللي هو البطارية هذه هي الفكرة الأساسية يعني بما معنى أنه نحن على مد يسري تيار بهذه الدائرة الكهربائية نحتاج مصدر جهد يكون أكبر من الجهد الحاجز للثناء القطب طبعا بالنسبة للسيليكون جهد الحاجز يكون قيمته 0.7 وبالنسبة للجرمانيوم يكون الجهد الحاجز قيمته 0.3 فولت يعني المصدر الخارجي لازم يكون أكبر من هذه القيمة نيجي الآن إلى الانحياز العكسي الانحياز العكسي هو عكس الانحياز الأمامي يعني خلنا نرجع هنا إلى هذا الشكل اللي هو 2.15 نلاحظ أنه الوصلة P اللي هي الموجبة تربط للطرف السالب للبطارية والوصلة N السالبة تربط إلى الطرف الموجب إلى البطارية بالتالي الألكترونات الموجودة في الوصلة N سوف تنجذب إلى المصدر الخارجي V والفجواز سوف تنجذب إلى طرف المصدر الخارجي V يعني الطرف السالب للمصدر الخارجي طبعا توسع طبقة الاستنزاف طبعا بالانحياز العكسي مثل ما قلنا لما لح تبدي الألكترونات الموجودة بالوصلة N تنجذب هنا تنجذب إلى الطرف الموجب للبطارية الخارجية والفجواز تنجذب إلى الطبقة أو العفو القطب السالب للبطارية بالأكيد أنه طبقة الاستنزاف سوف تتوسع نحن نجي هنا نسأل ما مدى اتساع طبقة الاستنزاف في الشكل 2-16A اللي هو هذا الشكل عندما تكون الفجوات والالكترونات تبتعد عن الوصلة تزيد الأيوانات الناشئة حقيقة حيث تعمل على زيادة منطقة الاستنزاف مما يؤدي إلى زيادة الجهد الحاجز وطبعا كلما كانت طبقة الاستنزاف أوساء كلما زاد الاختلاف في الجهد طبعا هذه طبقة الاستنزاف كلما تتوسع يزيد الجهد كلما زاد الاختلاف في الجهد تتوقف طبقة الاستنزاف عن النمو عندما يساوي جهدها مع الجهد العكسي المطبق عندها يحدث هذا تتوقف الالكترون والتقوب عن المتدعات عن الوصلة يعني هذه طبقة الاستنزاف تبدأ تتسع بالتالي الجهد الحاجز سوف تزداد قيمته إلى أن يصبح الجهد الحاجز للوصلة PN للدايود هذا مساوية للفولتية المسلطة طبعا هذا الكلام كلته لما يكون عندي انحياس عكسي نحن نجي على الأفكار الأساسية للدايود المقاومة الاعتيادي هي مكون خطي لأن الرسم البياني خاص به التيار مقابل الفولتية هو خط مستقيم مثل هاي الفكرة هي نفسها أو مشابهة إلى قانون أوم يعني احنا لما عندنا مقاومة وأصلط عليها مصدر جهد فبالتالي كلما أزيد الجهد المصلط على المقاومة كلما يزداد التيار طبعا الزيادة تكون زيادة خطية أي بخط مستقيم الثنائي اللي هو الدايود أو الوصلة PN يختلف وهو مكون غير خطي لأن الرسم البياني للتيار الحالي مقابل الجهد الكهرباء ليس خطا مستقيما السبب هو حاجز الجهد عندما يكون الجهد المصلط على الثنائي أقل من الجهد الحاجز فهناك تيار صغير جدا سوف يسري في الثنائي أما عندما يتجاوز حاجز جهد سوف يزداد التيار بصورة سريعة طبعا هذا الكلام نقدر نوضحه بهذا الشكل بالناحية الأمامية أنه نرابطين دايود انحياز أمامي يعني الطبقة P مربوطة للموجب والطبقة N مربوطة إلى السالب نشوف هذا الجزء هنا علاقة ما بين التيار والفولتية المسلطة على الدايود نلاحظ عند زيادة التيار أو أفهم عند زيادة الفولتية بصورة قليلة اللي هي تكون أقل من الحاجز الجهد مثل ما قلنا أنه حاجز الجهد بالنسبة للسيليكون 0.7 يسري تيار ضعيف جدا كما تلاحظون هنا عندما يصل مصدر الجهد المسلط الخارجي قيمته تكون أكبر من 0.7 يزداد التيار بصورة خطية سريعة مثل ما تلاحظون هنا بهذا الشكل الموضح أمامنا إذن هذه الربع من الموجة اللي هي بالربع الأول للرسم يعني تكون فولتية هنا موجبة والتيار هنا يكون عندي موجبة نلاحظ أنه التيار يبدأ قليل جدا ومن ثم يزداد بصورة فجائية نرجع مرة أخرى الرمز التخطيطي يوضح الشكل 3-1-A وصلت P-N هذا الشكل يوضح هذا الشيء لرمز تخطيطي للثنائي يسمى جانب P هذا الجانب يسمى الأنود والجانب N يسمى الكاتود الرمز مالته رمز هذه الوصلة هو عبارة عن هذا الرمز اللي هو يبشابه إلى سهم السهم دائما يشير إلى الوصلة N اللي هي الكاتود والبداية السهم تكون هي الأنود يوضح الشكل 3-1-B بعضا من العديد من أنماط الحالة الثنائية النموذجية طبعا هنا هذه الأشكال تمثل أشكال الدايود طبعا إلى أشكال معينة طبعا هذه الأشكال هي مو رموز هي أشكال حقيقية للمكون ثنائي القطب وهذا الشكل يمثل رسم لانحياز الأمامي المل للدايود نلاحظ أنه الموجب يروح للأنود والسالب يربط إلى الكاتود يعني هذا الربط هو ربط انحياز أمامي دائرة الدايود الأساسية يوضح الشكل 3-10 مثل ما قلنا دائرة الدايود في هذه الدائرة يكون الدايود منحاز للأمامي مثل ما قلنا كيف نعرف أنه الطرف البطارية الموجب يربط للP والطرف السالب يربط للكاتود ويتم توصيل البطارية السلبية بالجانب N مع هذا الاتصال تحاول الدائرة دفع الفجوات والإلكترون الحرة نحو التقاطع مثل ما قلنا هنا إذا كان هذا الربط هنا عندي فجوات وهنا عندي إلكترون الحرة طبعا هذه البطارية تحاول أنه تدفع الفجوات والإلكترون الحرة على مدة مر خلال هذه الثنائي إلى آخره من هذه نجي إلى المنطقة الأمامية مثل ما اطرقنا قبل قليل أنه المنطقة الأمامية الشكل 3-1C اللي هو هذا الشكل عبارة عن دائرة يمكن عدادها في المختبر بعد توصيل هذه الدائرة يمكن قياس تيار وجهة الدايود يمكنك أيضا عكس قطبية مصدر التيار المستمر وقياس تيار وجهة الدايود في الحياز العكسي إذا قمت بتخطيط تيار الدايود مقابل جهة الدايود تحصل على رسم بياني يشبه الشكل التعليم طبعا هذا الشكل نجي على محور نرسم التيار وعلى محور نرسم الفولتية طبعا هذا التيار هو موجب وهذه الفولتية هي موجبة يعني هذه الوصلة مثل الانحياز الأمامي ومثل ما اطرقنا لها سابقا نبدأ بتيار ضعيف جدا وعندما نصل إلى قيمة حاجز الجهد سوف يزداد التيار بصورة سريعة أما بالانحياز العكسي فلا يسري تيار هذه الوصلة طبعا تمثل هي الانحياز العكسي أو منطقة الانحياز العكسي لا يسري تيار أو يوجد تيار ضعيف جدا طبعا هذا التيار هي نتيجة قلنا العوامل الخارجية أو العيوب الموجودة في البلورة قلنا مثل الحرارة مثل الضو أو العيوب الهيكلية للبلورة نلاحظ أنه كل من زيد قيمة الفولتية كل ما يزيد يبدأ يزداد التيار بشكل ضئيل جدا إلى أن يصل مرحلة يسموها مرحلة الانهيار يتلف الدايود أو يعطاب أو إلى آخره من هذه الأشياء يعني يوصل مرحلة بعد ما يتحمل الجهد الخارجي المصلط عليه الدايود المثالي طبعا الدايود إلى تقاريب معينة خلينا نجي ونشوف شنو أنواع هاي التقاريب أول شيء التقريب الأول أن التقريب الثنائي المثالي الثنائي طبعا هو الدايود يزيح جانب كل شيء عدى جوهر عمل الثنائي يعني كل العوامل الداخلية بالدايود سوف تنحس بس فقط يقع عمل الدايود ماذا يعمل الدايود؟ أنه يوصل بالاتجاه الأمامي ويردي التوصيل في الاتجاه العكسي ونستخلص من هذا ما يلي مثاليا يعمل الدايود عمل موصل تام فرق جهد عليه يساوي صفر عندما يكون في الانحياس أمامي وعازل تام للتيار يساوي صفر عندما يكون في الانحياس عكسي كما في الشكل يعني إذا كنت رابط آني انحياز أمامي فنتخيل أنه هو سويتش اعتيادي فبالانحياز الأمامي يكون المفتاح سويتش أو المفتاح مغلق أي يسري التيار بدون أي عراقة وبالانحياز العكسي يكون المفتاح مفتوح أي أنه دائرة open كما بهذا الشكل يعني إذا نرسم علاقة ما بين التيار والفولتية نشوف بالانحياز الأمامي عند أي فولتية مباشرة التيار يبدأ بالصعود بصورة مباشرة والفولتية دائما بالانحياز العكسي عندما نزيدها التيار دائما يكون مساوي إلى صفر هذه هي فكرة التقريب الأول أما التقريب الثاني يدخل هنا عندنا عامل حاجز الجهد ومثل ما اطرقنا سابقا بالنسبة للسيليكون حاجز الجهد مقدارة 0.7 فولت وطبعا الجرماني هنا ما مذكور وهو قيمته 0.3 فولت طبعا اللاحظة هنا بالانحياز الأمامي بقى عندنا هذا المفتاح أنه هو مغلق ولكن لازم يتغلب على حاجز الجهد مالتنا لقيمته 0.7 لذلك لما نرسم علاقة ما بين التيار والفولتية على الدايود بالانحياز الأمامي نلاحظ أنه عند زيادة الفولتية من الصفر إلى قريب 0.7 قيمة التيار مساوية للصفر عندما نصل إلى 0.7 يبدأ التيار بالتصاعد بصورة عالية جدا أما الانحياز العكسي هذا الشكل يوضح عمل الانحياز العكسي لما يكون أدنى مفتاح ومصدر جهد أيضا اللي هو الجهد الحاجز طبعا بين الانحياز العكسي دائما المفتاح هو في حالة open أي مفتوح فبالتالي عند زيادة الفولتية من الشكل هنا اللاحظ بالاتجاه العكسي دائما التيار الخارج يكون مساوي إلى الصفر التقريب الثالث في التقريب الثالث للثنائي ندخل قيمة المقاومة الداخلية للثنائي طبعا هذا الثنائي إلى مقاومة داخلية بالإضافة للحاجز جهود وبإضافة أنه هو عبارة عن مفتاح فعندما ندخل قيمة المقاومة نلاحظ هنا في الانحياز العكسي هذا هو المفتاح لمثل التقريب الأول وهذا هو حاجز الجهود لمثل تقريب الثالث وهذه هي المقاومة الداخلية للدايود أو الثنائي نلاحظ من هذا الشكل عندما نرسم المخطط ما بين التيار والفولتية المسلطة على الثنائي أو الدايود نلاحظ أنه في البدء عند تسليط الفولتية الخارجية نلاحظ أنه قيمة الفولتية تبدأ بالتصاعد إلى أن تصل إلى قريب الأول 0.7 بشكل آخر قيمة التيار على الدايود دائما تكون مساوية إلى الصفر عندما يصل إلى 0.7 يبدأ الثنائي بالتوصيل ولكن قيمة التيار لا تزداد بصورة سريعة ولكن بصورة مائلة يعني تدريجيا يبدأ تزداد قيمة التيار وذلك نتيجة إضافة أو إدخال المقاومة الداخلية في حسابات هذا التيار أما بالانحياز العكسي هذا الشكل يوضح عملية الانحياز العكسي حتى لو كان هذا المفتاح مربوط مع جهد الحاجز مربوط مع قيمة المقاومة الداخلية نلاحظ أنه المفتاح يكون مفتوح أي من هذا الشكل عندما نبدأ بزيادة قيمة الفولتية المصدر الخارجي دائما يكون التيار مساوي إلى الصفر بالتالي سوف لن يسري أي تيار على الدايوت لأن المفتاح يكون في حالة أوبن أي مكتوح وشكرا جزيلا مكتوح 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 مكتوح